أنا أستنتج من خلال كلامك أنت تطالب الدولة بأن تتحرر القوش والحمدانية وقضاء الحمدانية وسهل نينوى من المتنفذين بها وهذا الخطاب وجهناه إلى دولة رئيس الوزراء ويجب أن تكون أنا بحلقة أمس طلبت من دولة رئيس الوزراء أن يلتقي بأساقفة ومسؤولي المكون المسيحي حتى يعترف لك وأمام حضرتك وأمام سيادتك ماذا يقول الرجل هنا وبكل احترام وأدب يقول وبغصة كبيرة خلوا الملف الأمني بيد الدولة بيد جهة واحدة بمعنى الحمدانية مخترقة أمنيا وهناك أطراب متنفذة باسم الدولة وباسم تنظيمات وباسم فصائل وباسم الدولة وبشرعية الدولة انتهكت الأمن والناس في الحمدانية نعم هاي حقيقة يا سيادة الرئيس وأنا قلت لك في حلقات سابقة ذلني كلهن طقن بوقتك وإحنا بعدنا معاولين عليك أرجوك التقي بهؤلاء الرجال خليوا لك الحقيقة لأن الناس تخاف أن تصفى من هاي المجامع نعم سيدنا سراعات وأكو أيضا سراعات أخرى على المناصب من عدة تجاهات وأكيدا سراعات على مستوى الأحزاب أنت تتحدث عن سراعات سياسية وسراعات مناصب على المناصب في داخل الحمدانية من يدير هذه السراعات أو من يحاول بالتغيير الديمغرافي هل هو من داخل المكون المسيحي أم من خارج المكون المسيحي يعني هاي الأسئلة يمكن ما نقدر نجاوب عليها بكل سهولة لأنه ممكن أنه الشخص أو ممكن اللي كي يظهر بالصورة هو عكس ما هو بالداخل يعني عكس الحقيقة يعني ما نشوفه نحنا عكس الحقيقة لأنه الكل الأحزاب اللي كيتشتغل كيتقول بأنه نحنا معاكم ونحنا نحبكم ونحنا نريد أن نقف معاكم هذا كيتكلم بشكل عام لكن لما كي نجي على الأرض الواقع كي نشوف بأنه هناك أمور مختلفة فإذا ما نقدر نحنا نحدد بكل سهولة لكن الشيء اللي أنا أقدر أنطيلة إلك وأقول لك يا بأنه نحنا ما على أرض ثابتة نحنا على أرض صراعات معقولة هاي القوى والأحزاب وصلت أن تكون مخيفة إلى هذا الحد حتى البوحة بأسمائها ودرجة تأثيرها بالواقع أنا أشعر أن تتمتلك هذه المعلومة لكن هناك الخشية من البوحة بأسمائهم أو الاعتراف أن هؤلاء الذين يريدون أن يدمروا النسيج المجتمع في هذه المدينة هيك استشفية تعالي مستاذ نجم ما هي القصة عفوا ما هي القصة أنه الخوف أو الخشية من ذكر الأسماء ولكن أنه اليوم نحنا كل مسائل مالتنا يجب أن تكون مسائل قانونية ليش لازم تكون قانونية القانونية يجب أن تكون في قضايا قانون والأدلة الثابتة بدون الدليل الثابت ممكن أن يعرض الإنسان نفسه إلى الإساءة أيضا وأيضا الاتهامات بدون أدلة مثل ما نسميها نحن مادية هذه أيضا غير مقبولة يعني لجب أن يكون هناك دليل وابع يعني اليوم مثل ما نحن نعرف سير العمل في الدول في الدولة العراقية يعني ما نعرف بأن هناك أكو ميليشيات هي مسيطرة على دوائر الدولة كلها طيب ما نعرف بأن هناك أكو ميليشيات تفرض على المدير تقول له وقع هذا الكتاب أو لا توقع على هذا الكتاب أو غض النظر على هذا التجاوز أو لا تغض النظر على هذا التجاوز تمام لا بل حتى رئيس القضاء الأعلى السيد فايق زيدان يعرف ولكن هل أكو إذبات هل أكو مستند قانوني لا لغة التهديد ولغة السلاحية الموجودة فإذا هاي نحن أمام مشكالية كبيرة فاليوم إذا أريد أن أتهم فصيل معين أو إذا أريد أن أتهم حزب معين يجب أن يكون لدي دليل مادي حتى أقدمه لهذا باستاكين اليوم إذا نحن نمجد حسنا مرات ما عدنا وثيقة يا سيدنا العزيز مرات ما عدنا وثيقة مكتوبة بخط اليد لكن هناك حركة على الأرض لقوى لفصائل لمسلحين يقومون بابتزاز الناس ترهيب العالم أكيدا طبيعة المكاتب الاقتصادية في الحمدانية وما تمارسه من خوف وابتزاز إلى المواطن شنو حقيقتها بالحمدانية أريد أن أسمحها منك مثلا مثلا هاي المكاتب نحن ما نقدر نثبت عليها شيء ولكن كل الحمدانية تعرف وتعرف الحمدانية أن هذا المشروع ينتمي إلى الفصيل الفلاني وهذا ينتمي إلى الفلاني ولكن هل نقدر نفسح عنه لا ما نقدر نفسح عنه مو خوفا ولكن لازم تحتاج إلى دليل لأنه إذا فصحت اليوم عنه باشا رح يروح يقدم عليك بالمحكمة ويقول شهرت علي بالإعلام يسقط حقي وهو يصير صح بالحق وهو يصير يصير هو البريء يعني البريء يصير مجرم والمجرم يصير بريء في هذا البلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر